قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يواصل استهداف مستشفى الأمل لليوم الخامس على تواليه في ظل تواصل القصف وإطلاق النار في محيط المستشفى الهلال الأحمر وفي باين له أضاف أن الاحتلال يفرض حضرة جول كامل في محيط المستشفى منذ ظهر أمس حيث تمنع حركة طواقم الإسعاف من وإلى المستشفى مؤكدا أن آلاف النازحين يعيشون في حالة رعب وقلق دائمين جراء استمرار الحصار وتواصل القصف